قبل ما ابدأ الحلقة وقبل ما اروح للموضوعات اللي معانا النهاردة الحقيقة وقفت النهاردة على تويتا كان كاتبها الاستاذ حسان بهجت والتويتا باختصار بتتكلم عن مبادرة جديدة بتقوم بيها القوات المسلح بس المبادرة دي ما هيش مبادرة للتدريب العسكري ولا هي مبادرة لأعمال القتال مثلا ولا هي حاجة بالتعاون مع وزارة الداخلية على اساس نحسن من اداء الجنود سواء في القوات المسلحة او حتى في الشرطة لا هي القوات المسلحة كانت بتنظم حملة اسمها مودة حملة اسمها مودة طب ايه مودة دي قالك دي لتوعية الشباب المقبل على الزواج الخبر او الصورة اللي نشرها الاستاذ حسان بهجت هي نقلا عن الاهرام عدد اليوم 22 مايو 2023 الاهرام 22 مايو 2023 القوات المسلحة تنظم حملة مودة لتوعية الشباب المقبل على الزواج انا قريت الكلمتين دول من هنا وافتكرت الكلمة بتاعت لو الله ما حكم عسكر وبصراحة يعني انا مش عارفة القوات المسلحة اللي ما شاء الله ما شاء الله عمالة كل يوم نشاطاتها بتزيد ونشاطاتها عمالة بتتوغل في كل اركان الحياة في مصر القوات المسلحة اللي تحولت لدولة داخل الدولة تحولت لدولة موازية للدولة انا افهم ان حملة مودة او حملة رحمة او حملة عملهم بالمعروف تبقى مثلا حاجة تبع مشاخة الازهر تبع الازهر الشريف تبع وزارة الاوقاف تبع وزارة التضامن الاجتماعي تبقى مقبولة تبقى مفهومة لكن تبع القوات المسلحة ليه هنطلع خير ازواج الارض هنطلع خير مقزون الارض الحقيقه كده ده تاكيد ان فيه خلل فيه خلل حقيقي معنين انا اعترضت على ده لقيت النهاردة برضو النهاردة فيه مجموعة من الاخبار كلها بتتكلم عن القوات المسلحة زي ان قوات المسلحة بتستسمر او بتستصلح اراضي زراعية في نيجيريا عم من اجل زياده المحاصيل او محاصيل من اللي بتضر يعني دخل كويس واللي هنضطر في مصر اننا نوقفها بسبب ازمه سد النهضه مش عارفه لو الصوره معانا نجيبها لحضراتكم ان النهاردة برضو القوات المسلحه بتحتفل انها بتطلع اول دفعه من مأموري الدرائب اللي كانوا من القوات المسلحه فيه ايه جماعه فيه ايه بجد يعني انا انا فهمه ان اول شرط حطه صندوق النقد الدولي قالك ان القوات المسلحه تخرج شويه والله انا مضد القوات المسلحه خالص خالص خليكم في مجالكم خليكم في شغلكم خليكم في الدور اللي بتقوموا بيه يعني عايز اقولكم مبارح مثلا كنت فيه مسلسل كده حتى نسي اسمه نسي اسمه شفت منه تلات اربح حلقات مبارح بيتكلم على الارهاب وبيتكلم على سينا وبيتكلم على الجامعات الارهابية والجامعات الجهادية والامور دي كلها وان بتسقط عناصر يعني بتسقط عناصر بسبب الارهاب اللي موجود طب يا جماعة ما نخلي تركزنا كله في الحتة دي ما نخلي تركزنا كله في القضاء على الارهاب الحقيقي اللي بيدمر اقسام شرطة اللي بيدخل يهاجم لجان اللي بيصنع اسلحة نركز على ده ونخلي شغلنا في ده وميزانيتنا وامكانيتنا والكلام ده كله نستثمره في المجال ده تصنيع اسلحة تطوير من اسلحة ابقى فهمة وسعيدة وفخورة لكن كل يوم فتحنا مصنع بسكوت عملنا موادة بنطلع مأمورين درايب بنطلع معرفش بعد كده هيبقى عندك الموظف المدني والموظف العسكري واحنا عارفين اي واحد لابس كاب يبقى ليه كل الصلاحيات يعمل اي حاجه فالحقيقه ده اسمه توغل وتوغل زائد عن حده وتوغل غير مقبول لغاية الاستصلاح الزراعي كنت فهم انه بيزنس لكن كمان موادة ورحمة وتعريف الشباب باهمية الجواز والمقبلين على الجواز يعني كده بصراحه كتير 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 محبتش ابدأ الحلقة غير لما اقول لكم على اللي شفته ولفت نظري ودلوقتي خلونا بقى نروح للحلقة واللي معانا في حلقة النهاردة